أغلقت اللجان الأمنية بشرطة جدة وحرس الحدود كافة الواجهة البحرية في المحافظة على مدار 24 ساعة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحد من التجمعات وكان شاطئ جدة قد شهد خلال الأيام الماضية ازدحاماً استدعى إغلاق كافة مواقف السيارات على الواجهة البحرية وتكثيف دوريات الأمن لحد من التجمعات وتطبيق التباع الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا ينضم إلينا مراسلنا من جدة عبدالعزيز الدريس عبدالعزيز مرحباً فيك ويعطيك العافية عبدالعزيز يعني إغلاق مثل شاطئ جدة أيضاً عودة تشديد الإجراءات على جدة أيضاً تفاصيل المستشفيات الميدانية في جدة عنها عبدالعزيز نعم شكراً لك فيصل ومسي الخير عليكم على المشاهدين الكرام كما ذكرت تم إغلاق في الأيام الماضية شاهدنا قرار قيادة حرص الحدود بالتعاون مع اللجان الأمنية بإغلاق كورنيش مدينة جدة كاملاً من الكورنيش الجنوبي والكورنيش الشمالي وأبحر الشمالي وأيضاً الواجهة البحرية على مدار 24 ساعة أيضاً منع تصاريح المشي داخل كورنيش مدينة جدة أتت هذه الإجراءات بعد السلوكيات الغير منضبطة التي شاهدناها في فترة السماح بالتجول بالازدحام الشديد داخل كورنيش مدينة جدة وأيضاً الممشى والتقصير في لبس الكمامات والتجمعات فأتت هذه القرارات من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا كما تشاهدون خلفي تواجد نقاط الضبط الأمنية من قيادة حرص الحدود ونشاهد أيضاً خلو شبه تام أو تام كامل من الناس داخل كورنيش مدينة جدة حقيقة هي مناظر مؤسفة ونحن اعتدنا خاصة في هذا اليوم من يوم الجمعة في هذا الوقت نشاهد ازدحام الكورنيش وتواجد العوائل في جميع أنحاء الكورنيش ولكن هذه الأزمة ربما وبعض السلوكيات الغير منضبطة هي من ساهمت في منع تواجد الناس وإغلاق كورنيش مدينة جدة كاملة حقيقة نقاط الضبط من قبل قيادة حرص الحدود تتواجد على كافة مداخل ومخارج الكورنيش من أبحر والواجهة البحرية وحيث أتواجد الآن الكورنيش الشمالي ونسأل الله تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت بإذن الله وتعود الحياة لمجاريها شكراً لك عبد العزيز